بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع العدد أربعة العدد أربعة بما أننا أخذنا العدد أربعة اليوم سنقوم بحل تمارين الكتاب الدراسي لكن قبل أن أبدأ سأذكر بالقوانين أو آداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل الحصة حتى لا يفوتك الدرس ولا بد من إحضار الكتاب والقلم الرصاص لأننا اليوم سنقوم بحل تمارين الكتاب الجلوس بشكل صحيح في مكان هادع حتى تستطيع التركيز مع المعلمة وأيضا لا بد أن يكون ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس نبدأ بالأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله في درس اليوم عندنا الهدف العام وهو أن يتعرف الطالب والطالب على العدد أربعة وعندنا الأهداف الخاصة بدرس اليوم وهي أن يكتب الطالب والطالب العدد أربعة ثم يسمي الطالب والطالب العدد أربعة أيضا يميز العدد أربعة من بين عدة أعداد ثم يمثل المدلول المناسب للعدد أربعة في الهدف الأخير أنه يرتب الأعداد بالتسلسل أو بالترتيب من العدد واحد وحتى العدد أربعة بما أنه أخذنا هذا الدرس سابقا في دروس عديدة وتعلمنا على تسمية العدد وتمثيل المدلول وكتابة العدد سواء بالقلم أو بالرمل أو بتمثيل العدد من خلال استخدام السلصال أو الأوراق الملونة أيضا تعرفنا على ترتيب الأعداد بالتسلسل اليوم سنقوم بحل التمارين لكن قبل أن أبدأ بحل التمارين سأقوم بمراجعة بعض الوسائل الممكن نستخدمها مع الطالب والطالبة في المنزل لتعميم مهارة الأعداد سواء العدد 4 اللي هو درس اليوم أو الأعداد اللي أخذها الطالب سابقاً اللي هي 1 و 2 و 3 عندنا هذه الشجرة مليئة بالبرتقال وأحضرت عندي بطاقتين الأدد 4 والعدد 1 أطلب من الطالب في البداية أنه يستخرج لي العدد المطلوب بما أنه درسنا اليوم عن 4 سأطلب أنه يستخرج لي العدد 4 من بين هذه الأعداد أين هو العدد 4؟ أين هو العدد 4؟ نقوم بالإشارة على الشاشة لولي أمر الذي بجانبك أحسنتم هنا عندي العدد 4 طيب سأضعه هنا على الشجرة هذه الشجرة الآن مليئة بالبرتقال سأقوم بقاطف برتقال يمثل مدلول العدد 4 يمثل مدلول العدد 4 تتوقعون كم سأقتف من برتقالة لتمثل المدلول؟ نفكر قليلاً أحسنتم أربعة برتقالات أيضاً من الوسائل الممكن نستخدمها اللي هي تمثيل شكل العدد باستخدام الأصابع إما أني أستخدم هذه البطاقات هذا اليد تشير لعدد أربعة وأحذر محة بطاقة أخرى طبعاً أنا لا أنسى أن أدرب الطالب على بقية الأعداد اللي هي 2 و 1 و 3 يعني أضعها من ضمن الخيارات حتى أعمم المهارة ولا يفقد الطالب الأعداد السابقة أضع البطاقة مع بطاقة أخرى هكذا وأطلب من الطالب أنه يستخرج لي البطاقة التي تشير اليد فيها للعدد أربعة أين هي؟ نشير على الشاشة اللي ولي الأمر أحسنتم هذه هي البطاقة التي تشير للعدد أربعة إما أني أستخدم هذه البطاقات أو أني أستخدم مجسم اليد هذا أو أستخدم أصابع الطالب نفسه أن الطالب يعد الأصابع من خلال استخدام هذا المجسم يلا عدوا معاي واحد اثنان ثلاثة أربعة أنا مثلت الآن العدد أربعة باستخدام الأصابع أربعة أيضا من الأشياء الممكن نستخدمها اللي هي الأرقام اللي بالفلين الملون مثل هذه الأرقام أضع معهم شتتات وأعداد لم يتعرض لها الطالب لأتأكد من أن الطالب أنجز المهارة وميز العدد من بين مجموعة من الأعداد يلا الآن وضعت مجموعة من الأعداد أريد من الطالب أن يشير للعدد أربعة أين هو من بين هذه الأعداد؟ أين هو العدد أربعة من بين هذه الأعداد؟ أحسنتم الموجود هنا في المنتصف هو العدد أربعة هذا هو العدد أربعة طيب لو سألتكم عن هذا العدد أخذناه سابقاً ما اسمه؟ ممتاز ثلاثة ثلاثة أحسنتم طيب نكتفي بهذا القدر من الوسائل الآن سأبدأ بحل تمارين الكتاب الدراسي يلا نجيب الكتاب الآن والقلم الرصاص وأيضاً منها عند الحاجة لها نبدأ نفتح الكتاب على نشاط رقم واحد صفحة 72 الصفحة 72 السؤال يقول صل بين العدد على لوحة السيارة والعدد المطابق لا صل بين العدد على لوحة السيارة والعدد المطابق لا هذه لوحة السيارة هذه طيب سأقوم بتغيير اللون حتى يكون واضح هذه لوحة السيارة طيب الآن أريد منك أن تنظر لهذا العدد وتسمي لي تسمي لي هذا العدد ما هو هذا العدد؟ أربعة أحسنتم طيب أنا أريد الآن أن أبحث عن العدد المطابق له من بين هذه الأعداد الموجودة في الأسفل أين هو العدد المطابق للأربعة الموجودة في لوحة السيارة الحمراء؟ أين هو؟ من بين هذه الأعداد الموجودة في الأسفل أين هو العدد أربعة؟ ننظر جيداً سواء في الكتاب الذي أمامك أو على الشاشة ممتاز هنا في المنتصف العدد أربعة مطابق للعدد أربعة الموجود في لوحة السيارة الحمراء طيب ماذا نفعل؟ الآن سنصل بالقلم للعدد أربعة هكذا أربعة هنا وأربعة هنا متطابقة واضح؟ إذن هذا هو الحل الصحيح للنشاط الأول من الكتاب انتهينا تأكدنا بالإجابة الصحيحة؟ طيب ممتاز الآن نقلب الصفحة اقلب الصفحة على النشاط اللي بعدها نشاط رقم اثنان نشاط رقم اثنان السؤال يقول ضع دائرة هذا هو شكل الدائرة هذا ضع دائرة حول الوردة التي تحمل العدد أربعة عندي في الأسفل مجموعة من الورود داخل كل وردة عدد مختلف أنا أريد أن أبحث عن العدد أربعة لأنه محدد لي في السؤال العدد أربعة أين هو من بين هذه الأعداد الموجودة داخل هذه الورود؟ أين هو العدد أربعة؟ حتى نضع حوله دائرة نبحث جيداً هل وجدتم العدد أربعة؟ ممتاز أين هو؟ أحسنتم يا أبطال في المنتصف هذا هو العدد أربعة هذا هو العدد أربعة هذا سأضع حوله دائرة أربعة أربعة ممتاز إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم إثنان انتهينا؟ تأكدنا من الإجابة الصحيحة؟ طيب نشوف الآن نشاط اللي بعده نشاط اللي بعده نشاط رقم ثلاثة صفحة ثلاثة وسبعون نشاط رقم ثلاثة ستشاهد في الكتاب الذي أمامك نفس الصورة الموجودة الآن على الشاشة سأقوم بقراءة السؤال وأعطيكم فرصة للتبكير صل بين العدد أربعة هذا هو العدد أربعة الموجود في المنتصف ومدلوله يعني الشيء الذي يدل على العدد أربعة هو حاط لي مجموعة من الفواكه هنا كرز هنا موز هنا تفاح وكل فاكهة من هذه الفواكه يختلف عددها إننا نبغى نبحث عن الفاكهة اللي تمثل مدلول العدد أربعة يعني ش بنسوي؟ بنعد القطع من الفواكه مثل الكرز والموز والتفاح ونشوف وش العدد المناسب الذي يمثل مدلول العدد أربعة طيب ما رأيكم أنه حلو سويا؟ نعد مع بعض خلونا نبدأ بالكرز يلا نعد واحد اثنان قطعتين من الكرز هل هي تناسب أو تمثل مدلول العدد أربعة؟ أحسنتم لا تمثل مدلول العدد اثنان إذن سأترك الكرز طيب ننتقل للموز نشوف نعد الموز كم قطعة عندي من الموز؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة توقبت عند العدد أربعة إذن هل هو يمثل مدلول العدد أربعة؟ أو لا الموز؟ نفكر قليلا أحسنتم يمثل مدلول العدد أربعة إذن هو مناسب لمدلول العدد أربعة الآن نش بنسويه؟ نرسم خط مائل بين الأربعة والموز هذا هو الخط مستقيم أسفة مستقيم بين العدد أربعة والموز لأنه هو الذي يمثل مدلول العدد أربعة طيب عندنا التفاح هل يوجد تفاح كثير داخل هذا الصورة؟ أو تفاحة واحدة فقط؟ أحسنتم تفاحة واحدة فقط طيب هل هي تمثل مدلول العدد أربعة؟ لا إذن سأتركها لأنها لا تمثل مدلول العدد أربعة فقط الموز هو الصحيح لذلك رسمنا خط بينه وبين العدد أربعة إذن هذا هو الحل الصحيح فقط الموز انتهينا وتأكدنا من الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم طيب ننتقل للنشاط اللي بعده نشاط رقم أربعة صفحة ثلاثة وسبعون نشاط رقم أربعة السؤال يقول كون مجموعات عدد عناصر كل منها أربعة شو معنى عناصر؟ الحين هذه الصور كلها للأسماك أبغى أكون من هذه الأسماك مجموعات كل مجموعة أبغى تتكون من أربع أسماك من أربع أسماك حتى تكون مجموعة من الأناصر المطلوبة في السؤال طيب يلا الحين شو رأيكم؟ نبدأ نعد مع بعض عشان نعرف الحل المناسب أبدأ أعد من الأسماك إذا وصلت العدد أربعة أتوقف خلاص أكمل مجموعة يا أني أحط مربع يا أني أحط دائرة أهم شيء أكون مجموعة يلا نبدأ مع بعض نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة أتوقف خلاص الآن وصلت أربعة الآن أكون مجموعة خلاص أحط مربع هذه المجموعة الأولى واضح؟ أربع أسماك أو أربع عناصر هذه أول مجموعة يلا نكمل باقي عندي أسماك كثيرة أعد لنا الأربعة وأتوقف واحد اثنان ثلاثة أربعة وأتوقف أكمل هذه المجموعة الثانية أحط عليها مربع خلصت أكمل باقي عندي سمك ما كونت لها مجموعة أعد نفس الشي لنا الأربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة وأحط عليها مربع أكون فيها مجموعة هذه المجموعة إذن أنا كونت مجموعات تتكون من أربع عناصر وش العناصر اللي هي الأسماك؟ أربع أسماك وهنا أربع أسماك وهنا أربع أسماك هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم أربعة واضح؟ تأكدنا بالإجابة الصحيحة؟ ممتاز سأتوقف عند هذا النشاط بإذن الله في الحصة القادمة سنكمل أنا وأنتم حل تمارين الكتاب الدراسي سويا أراكم بإذن الله في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة